بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في قناة قطر الندم موضوع هذا الفيديو إن شاء الله موضوع معطر ومنسم بنسمات ونفحات ونورانية الصلاة على النبي وتجلياتها العظيمة في تغيير مجريات الحياة بما في الكلمة من معنى وخذ منها ما شئت لما شئت فالصلاة على النبي المصباح لكل ظلمة والهداية لكل ضلالة وتحقيق لكل مستحيل وكيف لا وهو النبي المبعوث والرسول المرسل رحمة للعالمين هو من أخرجنا الله به من ظلمات الجهل والضلالة والكفر والشر إلى نور الحق والبيان والهداية والرشاد برسالته الإلهية الهادية إلى الصراط المستقيم فدع الناس إلى الله ربهم لا يطلب منهم على ذلك أجرا أو مقابلا وتحمل في سبيل ذلك الأدى الكثير والذي لا يقوى بشر ولا يستطيع تحمله فالله سبحانه من اختاره واستفاه وهو العليم العالم من اصطفى خير البشرية وخير البري عليه الصلاة والسلام والذي اقترن اسمه باسم الله في معظم آياته وفي الآدان وفي الصلاة لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين وآيات عديدة أخرى وكانت عظيمه له سبحانه وتعالى في الصلاة فلما أمرنا الله بالصلاة فقال أقيموا الصلاة وعندما أمرنا بالزكاة قال وآتوا الزكاة وعندما أمرنا بالصيام قال كتب عليكم الصيام وعندما أمرنا بالحج قال لله على الناس حج البيت فكان توجيهه سبحانه للأمر توجيها مباشر لكن عندما جاء بأمر الصلاة على النبي قدمها أولا أنه سبحانه بنفسه يصلي عليه وملائكته لقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني قبل ما أمرنا بالصلاة على النبي حبيبه ومصطفاه بيّن لنا أنه بنفسه وملائكته يصلون عليه ثم جاء الأمر لنا بالصلاة والتسليم عليه وسلموا تسليما يعني تأكيدا للصلاة والسلام عليه لأنه صلى الله عليه وسلم يسمعنا ولذلك شرع في كل صلاة وفي كل تشهد نسلم على رسول الله وبكيفية الخطاب الذي يتأتى منه الرد والخطاب من المخاطب فنقول السلام عليك أيها النبي وليس عليه لأن الغائب من نقول عنه عليه أما الحاضر فنقول عليك يعني السلام عليك بصفة الحاضر فهو يسمع السلام ويرد السلام ومن أجل ذلك بيّن الله فضل الصلاة والسلام على رسوله فهو حبيب الله وهادي البشرية وشفيع الخلق ذو القلب اللين والطبع النبيل والسماحة وخلق القرآن العظيم ومن هنا يظهر حب الله لنبيه وطبعا من أحب حبيب الله نال شرف حب الله فحب الله لنبيه عظيم وقدره عنده أعظم وقد جلّى ذلك كذلك في رحلة الإسراء والمعراج عندما توقف سيدنا جبريل عند تدرة المنتهى فقال له رسول الله أفي هذا المكان يترك الخل خليله فقال سيدنا جبريل يا محمد لكل منا مقام معلوم فلو تقدمت أنا لحترقت ولو تقدمت أنت لاخترقت تقدم يا محمد فيحس النبي صلى الله عليه وسلم برعشة شديدة فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات فيرد الله عليه السلام فيرد الله على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيرد النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيقول سيدنا جبريل والملائكة أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أنت يا محمد على بصاة أنس الله تقدم فيقول يا رب إني سائلك فيقول الله يا محمد أنا ملك الملوك وقاضي الحاجات من دعاني أجبته ومن وقف على بابي قبيلته ومن سألني أعطيته اسأل يا محمد فيقول يا رب لقد اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما ورفعت إدريس مكانا عليا وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والريح والطير وخلقت عيسى من روحك ففيما فضلتني بين هؤلاء وما تكريمك لي يا رب فيقول الله عز وجل يا محمد إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا والحبيب أكرم من الخليل وإن كنت كلمت موسى تكليما فإنما كلمته من وراء حجاب أما أنت فعلى بصاط أنس الله وإن كنت رفعت إدريس مكانا عليا فإنما رفعته إلى السماء الرابعة أما أنت يا محمد ففي مكان لن يصل إليه أحد من قبلك ولن يصل إليه أحدا من بعدك وإن كنت أعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والطير والريح فإني جعلت لك الأرض مسجدا والتراب طهور وأعطيتك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فيهم سورة البقرة وآل عمران والنساء والفاتحة وعزتي وجلالي يا محمد من قرأها من أمتك إلا وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل وإن كنت خلقت عيسى من روحي فقد اشتققت لك إسما من أسمائي وقرنت إسمك بإسمي فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا ويقول محمد رسول الله وعزتي وجلالي يا محمد من لم يقر برسالتك لن أقبل منه عملا وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو حب الله لرسوله وحبيبه فكيف ونحن لا شيء ألا نحبه ونصلي ونسلم عليه فحب النبي والصلاة عليه هي سبب حصول الشفاعة هي صلاة الله على العبد لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة يعني كل صلاة على النبي تقابلها عشر صلوات من الله وصلاة الله على عبده وتسليم النبي على كل من صلى وسلم عليه هي تواب يعني حط الخطايا يعني انشراح الصدر وتمأنينة القلب يعني تفريج الكرب وشفاء الأمراض وحصول المراد وتحقيق المستحيل وزيادة القرب من الله والهداية والنور هي النبراس وهي الفرج لكل هم ولكل ضيق فكل من يعاني الأمرين كل من أبتلي بأمراض وأوجاع وأسقام كل من أبتلي بهموم وديون وقلة رزق وتعكيس الأمور كل من أبتلي بأبناء أو أزواج عاصين كل عاطل عن العمل كل مسجون كل مقيد كل ما يخطر ببالي الإنسان من أمور متأزمة ويظن أن الفرج والحل فيها مستحيل أقول لك والله العظيم بالصلاة والسلام على النبي من القلب والروح وبيقين وحب وبكترة يعني بكترة يعني بصفة دائمة يعني على طول طول اليوم وعلى طول الحياة يعني من ألف مرة فما وفوق هذه هي الصلاة الكثيرة وهذه هي الصلاة التي تتغير الأوضاع بها وتتحقق المعجزات والمستحيلات وتفتح الأبواب فهي المفتاح الذي يفتح جميع الأبواب المغلقة وصدق رسول الله حينما قال في الحديث أجعل لك يا رسول الله صلاتي كلها قال يكفى همك ويغفر ذنبك فوالله فيها الدليل وفيها النور كل مكروب وكل مهموم كل واقف حاله الحل هو أن تخلي وقتك كله صلاة على النبي وما تعمل يعني شيء بعد الفرائد وأوراد القرآن ما تيسر إلا الصلاة على النبي أقول حتى أقول ولا يسعني الوقت ولا كلام في فضل الصلاة على النبي ومهما سرد وسرد فلن أوفي ولو در من حق وفضل الصلاة على النبي فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وصل اللهم وسلم على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيمة وصل يا رب عليه صلاة تملأ خزائنك نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرحا وفرحا وسرورا وصل اللهم على السر الساري والنور الذاتي في سائل الأسماء والصفات وصل اللهم وسلم بأنواع كمالاتك في جميع تجلياتك وصل اللهم وسلم على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام وصل اللهم وسلم على عين الأعيان نقطة بداية الأكوان صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والأحزان وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرة وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسخى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا الله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم فاللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وخد بيدنا فقد قلت حيلتنا وها نحن نتوجه لله سبحانه عز وجل بك فكلنا شفيعا على قضاء حوائجنا وتفريج كرباتنا فصلوا على النبي والزموها ففيها ما فيها وخدوا منها ما شئت لما شئت فهي الغاية وهي الوسيلة وهي المفتاح الفاتح لجميع الأبواب فأوراد صلاة على النبي لكل حاجة كثيرة ولكن في هذا الفيديو إن شاء الله سأتركها مفتوحة بعدد ما صلى عليه العبد بقدر ما تفتح له الأبواب ويفرج عنه الهم والغم وتنال بها الرغبات وتتحقق بها الغايات والمستحيلات وبأي صيغة فكل الصيغة خير ونعمة وطبعا تناء ومدح على الرسول فقد تنافس العلماء الصالحين والمحبين لله ولرسوله في كتابة هد الصيغات تناءا ومدحا له صلى الله عليه وسلم وحبا له فكل مقروب وكل مفجع وكل متأزم يصلي على النبي ففيها الفرح وفيها المنجات وفيها النجاة وفيها الغاية وفيها تحقيق المستحيل وبالمناسبة الأخت سامية صاحبة تعليق ابنهم المسجون في سجون أمريكا مهند ظلما وعدوانا فأقول لك أختي أن قلبي معكم وروحي معكم ودعائي معكم وكان طلب من جميع المستمعين أنهم يدعوه مع الشخص فكثير يعني حالات مثل هذه الحالة ولكن شيء غريب ما هي شدني لهذه القضية فطبعا أنا معهم على اتصال خاص وبدعائي وبصلاتي وبتضرعي وبكل ما أملك معنويا قلبي معكم وروحي معكم وإن شاء الله نسمعه الخير والفرج عليه فصعب الحال جدا في سجون أمريكا صعب الحال وخصوصا الإنسان المسلم الإنسان لحافظ القرآن يعني كي صعبه اليوم المسائل جدا فكان قلت حبيبتي صلي على الرسول ولو صليه على الرسول وتصلي الأسرة كلها على الرسول وبالخصوص الصلاة التفريجية النارية فهي تحقق المستحيل والصلاة على النبي بالصفة عما تحقق المستحيل وتتغير بها مجرى الأمور ويستجاب بهالدعوات فكانت طلب منكم كنا ندعو معهم إن شاء الله فرج الله كربتهم فلا نعرف أي مؤمن فينا قد يستجاب دعاؤه فاللهم صلي وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا على متابعتكم وهذا الفيديو إن شاء الله لا أبتغي منه أجرا ماديا وسيكون خالي من الأيلانات فقط خالص لوجه الله ولرسوله بغية مني لكل شخص أن يصلي ونسلم على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كلنا متأزم وكلنا نبحث عن الفرج والفرج في هذا في هذا الصلاة على النبي الفرج في الصلاة على النبي بصفة مستمرة ودائمة وكثيرة فإن شاء الله كلنا نصلي ونسلم على النبي وبخصوص يعني عيد المولد النبوي يمكن غدا يعني غدا أو بعد غد ما أكداش فصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما شكرا على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة